هنروح لميارت شريف طبعا عندها بطولة للتانية ميارت شريف نكمة النادي الاهلي ومنتخب مصر طبعا والفراشة الزهبية لنا في التنس الارضي وصاحبة طبعا التاريخ الأكبر للتنس الارضي حققت إنجازات كبيرة جدا قرع عنيرية طبعا بعد ما عملوا القرع قرع عنيرية لميارت شريف وبطولة مونتريال للتنس أحد البطولات الكبيرة في كندا قرعة البطولة طبعا يعني بتضم أو اللي بيفوز بيها بياخد ألف نقطة وده رقم كبير جدا في مشوارها وهيبقى هترتب عليها الكثير في ترتبها أو الرنك العلامي بتاعها اتعاملت من كم يوم وأصفات عن وقوة ميارت شريف لعبة منتخبنا الوطن للتنس الارضي ونجمة النادي الاهلي في مطش صعب جدا قدام بطلة الشيك ماركينا طبعا المبرأة تكون صعبة وفي البداية دي المشكلة أنت ممكن تلاعب ماركينا في أدوار يعني ربع النهائي دور التمانية ولكن عشان ألعبها في البداية مضوعة صعب المطش هتلاعب بكرة ان شاء الله في دور الاربعة وستين ماركينا هتلعب المطش ده قدام بطلة ويمبلدون الدولية ومصنفة العشرة عالميا مطش صعب قوي ربنا معاك يا ميار بسرح البطولة دي مستمرة في طبعا من الفترة من خمسة لحد تلاتاشر أغسطس اللي احنا فيه ميار بتحترل دلوقتي المركز الواحد وثلاثين عالميا بعد وصولها لقبل نهائي بطولة باليرمو المفتوحة بإطال كل توفيق لبنتنا بنت النادي الأهلي وبنت مصر ميار شريف بخبر ميار ده نكون خلصنا طبعا أخبارنا جوالنادي الأهلي وزي ما شفت حضراتكم أخبارنا هي متابعة ولادنا وأبطالنا مع المنتخبات